حياة المشاهير منقرب لك النجوم روي عبوظة فنانة ظهرت في العصر الزهبي للفن المصري وقدرت انها تظهر موهبتها الكبيرة برغم عدم استمرارها فيه من أول ظهرها في علم الأضواء وانتشرت حواليها الإشعات والأخبار الغير صحيح واللي هنقولها لخضراتكم في حلقة النهاردة من هي الفنينة الجميلة روي عبوظة وإيه هي مسرتها الفنية كل الأسئلة دي هنجاوب عليها في حلقة النهاردة فتابعونا إذا كانت هذه هي المرة الأولى لكم في قناة حياة المشاهير فلا تنسوا عمل متابعة للقناة ليصلكم كل جديد وأيضا لا تنسوا عمل أعجابا للفيديو رويا زكي أبوظة هو اسمها بالكامل من موليد محافظة الإسكندرية اتولدت يوم 27 يونيو سنة 1939 كانت هي وصرتها بعيدة جدا عن الفن وما كانتش متخيلة إنها تشترك في أهم الأعمال السينمائية والتلفزيونية من اسمها رويا أبوظة أكيد كان أي شخص يقول إنها من عيلة أبوظة أو بالتحديد أخت الفنين رشدي أبوظة وده مش صحيح وبعيد تماما عن المصدقية لأنها من موليد اسكندرية وعيلتها ما فيهاش أي شخص عمل بالفن وده اللي صرحته الفنينة رويا بنفسها وقالت إن مجرد تشابه أسماء بينها وبين الفنين المحبوب رشدي أبوظة دخلت الفنينة رويا أبوظة كلية الأداة بقسم اللغة الإنجليزية جامعة الأسكندرية وكانت مهتمة جدا بدراستها بس اللي حصل بعد كده كان عخص التوقعات وتوقعها هي كمان واللي حصل إنها باستطفة دخلت مصرح الجامعة ولقيت نفسها بتنجذب للتمثيل والبروفات والعروض لحد ما بقت واحدة من نجوم المصرح الجامعي وده أثر شوية على مسارتها الدراسي وبدأت تأجل دخول الامتحان لحد ما تخرجت من الكلية بعد ما بقت نجمة فنية قدمت الفنينة رويا أبوظة على مصرح الجامعة أعمال مصرحية مشهورة ومعروفة من الأدب العالمي والأدب العربي ومن المصرحيات اللي قدمتها عنطر غرفة للإيجار القاهرة 80 وقدمت خلال الفترة دي دور صغير في فيلم مذكرات تلميذة بعد ما تخرجت من كلية الأدب قسم اللغة الإنجليزية اتعينت في الرقابة بالإذاعة والتلفزيون ووقتها اهتمت بعملها الجديد وبعدت شوية عن تقديم الأعمال المصرحية بس في نفس الوقت قدرت إنها تحصل على خبرة كبيرة المخرج حمادة عبد الرحمن كان لي رأي تاني بخصوص الفنينة رويا أبوظة فشافوا وجودها في الأعمال الإدارية ظلم كبير ليها لأنها بتتمتع بموهبة مميزة جداً وفعلاً قدمها في أول عمل درامي تقدمه وهو مسلسل ملك اليونسيب تعتبر الفنينة رويا أبوظة فنينة درامية مميزة جداً لأنها قدمت خلال مشوارها الفني أعمال درامية كثيرة بالمقارنة بالأعمال السينمائية اللي قدمتها وأشهرها مسلسل ليالي الحلمية اللي كانت محظوظة جداً بتقديم المسلسل من الجزء الأول لحد الجزء الخامس في دور أم راشد برغم تقديمها لأعمال درامية نكحة ومميزة إلى إن ما ينفعش نتكلم عن الفنينة رويا من غير ما نتكلم عن فيلم وراء الشمس الفيلم السياسي الممنوع من العرض واللي بيتكلم عن أهم الأحداث السياسية اللي مرت بيها مصر في فترة استتيناد من القرن اللي فات ومن الأعمال التانية اللي قدمتها الفنينة رويا أبوظة مسلسل لما اتعلب فات مسلسل علية الضغري فيلم اللعبة الأخيرة بصراحة مشوار الفنينة رويا أبوظة يعتبر غريب نوعاً ما لأنه قصير وطويل في نفس الوقت وده لإنها في الوسط الفني لأكتر من 40 سنة وما قدمتش غير حوالي 55 عمل فني بس وكمان مشوارها الفني مليان بالقرارات الغريبة ففي عزد شهرتها في الوسط الفني قررت الفنينة رويا تعتزل الفن لأسباب غير وطح ففي أخبار قالت إنها كانت مجتمة بتحقيق نجاح مهني بعيد عن الفن وفي أخبار قالت إن الأعمال اللي كانت بتقدمها قليلة فاعتزلت الفنينة رويا الفن واتجهت للشغل في تلسلة فنادي أعلمية وقدرت إنها تبقى مسؤولة عن الفنادي زي في وقته وصير بس بعد كده قررت إنها ترجع للتمثيل برضو لأسباب غير معروفة أداية الألفية الجديدة وبعدها قررت إنها تعتزل الفن نهائي وتبعت تماماً عن العالم اللي اخترته بإرادتها وهي لسه طالبة في كلية الأدات يترب رأيكم ليه الفنينة رويا أبوظة اعتزلت الفن في عز شهرتها ولي قررت إنها ترجع تاني بعد النجاح اللي حققته في شغلها برى التمثيل هنستنى تقولوا من رأيكم إذا أعجبك الفيديو أخبرنا في التعليقات واضغط زر الإعجاب واشترك في القناة ولا تنسى تفعيل القرس ليصلك كل جديد لدينا